اليوم الجيل الجديد ومن معه من المستقلين أين يقفون اليوم مما يحدث مساء الخير تحية لك ولمشاهدكم الكرام طبعا نحن في جيل الجديد ومعنا كتلة امتداد اللي عندنا تحالف من أجل الشعب نعتقد بأن من الضروري أعقد جلسات مجلس النواب وحضورنا هو من أجل الالتزام بالمدد الدستورية لا يمكن للمعارضة نحن سجلنا كأول كتلة معارضة داخل مجلس النواب لا يمكن للمعارضة أن تساهم في تعطيل مجلس النواب مجلس النواب هو الجزء الأهم لعمل المعارضة لأننا لسنا جزءا من تشكيل الحكومة ولا التفاهمات في تشكيل الحكومة فكل ما المتبقي هو مجلس النواب ومن خلال لجان مجلس النواب كي نقوم بأدائنا وبمهامنا داخل مجلس النواب لهذا اليوم نحن لسنا مع أي طرف من الطرفين لكننا مع عقد جلسات للمجلس النواب طيب هل تعتقدين أن هناك من يتعمد استمالة المستقلين وأعضاء التحالف الذي تنتمون إليه لجذبهم إلى هذا الطرف أو ذاك نحن في تحالف من أجل الشعب قدمنا ورقة عبارة عن 17 نقطة وقد وافق التحالف الثلاثي على هذه الشروط وهذه النقاط من أجل مصالح المواطنين بالصراحة نحن لا نملك غير يعني مصلحة المواطن في العراق ككل ونحن كجيل الجديد مصلحة أبناء أقليم كردستان فلهذا قدمنا بمشروع أو بورقة من أجل تحقيق بعض مطالب المواطنين ليس في هذه ورقة أي مطالب شخصية أو مطالبة بوزارات أو مناصب فلهذا بالتأكيد هناك كل الطرف يحاول أن يكسب عدد أكبر من المستقلين وحتى من الأحزاب الجديدة يبقى الأمر مرهون بقناعة النائب أو قناعة الأحزاب الجديدة ما هو المشروع الأفضل نحن كما قلت في تحالف من أجل الشعب نعتقد بأن عقد جلسات أهم من تعطيل المجلس النواري سيد المنع فيما يتعلق بقضية الخلاف الحاصل ما بين الإطار من جهة وما بين التحالف الثلاثي هل سنشد فعلا لقاء في اليومين المقبلين كما يشاع بين قوى الإطار والتحالف الثلاثي بدلا تحياتي لك أستاذ سعاد وللست سروة ولمشاهديكم الكرام أينما كانوا لا يعني كل الحديث الذي جرى هي مجرد حديث لا ترقى إلى أن تستند إلى معلومات أولا ولا ترقى أن تكون ممثلة عن وجهة نظر الإطار الشيعية والإطار التنسيقي لم يكن هناك أي حراك سياسي جرى بعد جلسة السبت لا بل أنا أؤكد في معلومة دقيقة للغاية على أنه أحد قادة الإطار التنسيقي كان حديث بعد جلسة السبت على أنه أن يتم الاتصال مع السيد مسعود برزاني لعله تكون هناك حل حلة للموضوع فجرى الاتصال عن طريق السيد نيشيرفان برزاني وكأنه اتصال مجسات وضعية السيد مسعود هل يتقبل هل لا وبالتالي أجاب السيد نيشيرفان برزاني بعد ساعة من هذا الاتصال على أنه يقول السيد مسعود برزاني لا يأتيني أحد ولا يأتيني وفد والموقف باقي إذن الحديث سيد المانا عن قضية الأنباء عن لقاء مرتقب ما بين الإطار من جهة وما بين الجزء الكردي الذي تم الحديث عنه ما بين الإطار الشيعي وجزء كردي هو كان ما بين الإطار والسيد مسعود برزاني وأنه باء بالفشل أليس كذلك نعم يعني هي كانت أنه بعد الموقف دعيني أقول يعني إذا أراد أن يحسب انتصارا فهو انتصارا لمن عارض مشروع الثلاثي يعني بعد الانتصار الذي يتحقق في جلسة السبت هذا لا يعني على أنه لي ذراع الآخر لا بالعكس الإطار يفكر في لملمة الأمور بالتوافق السياسي يجب أن نذهب وهو السيد مسعود برزاني أحد أقطاب قادة التحالف الثلاثي فكان يعني مصر على موقفه بعدم الذهاب إلى جلسة حوار تفضي إلى حلول وهكذا يعني بالنسبة للتيار ينطبق ذات الموقف وأعتقد أنه جلسة الأربعاء لا تختلف كثيرا عن جلسة السبت وسيكون هناك ثلثا معطلا فاعلا هو كان التعويل هذه نقطة مهمة سيد المانا قضية السيناريوهات المحتملة في جلسة الأربعاء فقط أن تقل إلى سيدة سروة سيدة سروة في حال الحديث عن قضية انعقاد وعدم انعقاد وعدم اكتمال النصاب القانوني في جلسة الأربعاء أنتم في التحالف الذي تنتمون إليه تنادون دائما بقضية الوجوه الجديدة المشروع الجديد الذي يحكم العراق مشروع الأغلبية لماذا لا تذهبون بهذا المشروع مع التحالف الثلاثي لتطبيق هذه الرؤية على الأقل أولا نحن تحدثت قبل قليل نحن سجلنا تحالف كتحالف معارض داخل مجلس النواب فمشروع الأغلبية ومشروع الحكومة مبدئيا نحن مع أن البرلمان يكون بمعارضة وبموالات فكيف يمكن تشكيل هذه الموالات والمعارضة هذا ليس من شأننا من شأننا نحن أن نذهب باتجاه المعارضة نحن نعتقد بأن الآلية الحالية الموجودة لتشكيل الحكومات ليست آلية صحية يجب أن يكون هناك طرف يتحمل المسؤولية بالكامل وأن يذهب إلى تشكيل الحكومة ويسمي وزرائه ورئيس الحكومة كي يتحمل المسؤولية بالكامل لماذا لا نذهب؟ لأننا لا نريد أن نكون جزءا من الحكومة لكننا نتمنى أن يكون هناك بالفعل يعني هناك موالات ومعارضة داخل مجلس النواب العراقي كي العملية السياسية والعملية الديمقراطية تتطور بهذه الصيغة ماذا لو حصل ما يتحدث به سيد المانع من أن جلسة الأربعاء لن تختلف كثيرا عن جلسة السبت؟ يعني بصراحة أنه أنا باعتقادي كان هناك حديث عن موضوع الحكومة الطوارئ باعتقادي أنه الدستور لم يتحدث عن حكومة الطوارئ هناك حالة الطوارئ فيجب أن نذهب إلى المحكمة الاتحادية لنرى ما هو قرار المحكمة الاتحادية بشأن كل هذا الفشل المتكرر من قبل مجلس النواب العراقي مع الأسف المجلس النواب لا يستطيع أقد جلسة لتمرير رئيس الجمهورية ولا يستطيع الاتزام بتوقيتات الدستورية في ذلك الوقت يجب أن يكون للمحكمة الاتحادية قرار بهذا الشأن كنت أتمنى أن مجلس النواب في هذه الدورة يختلف تماما عن دوات السابقة يبدو أن الأدوات هي نفسها ولا نستطيع التغيير بهذه السرعة سيد المانع إذا لم يكتمل النصاف في جلسة الأربيع أنتم ستكونون سبب في تعطيل عمل مجلس النواب ألا تعتقد أن من واجب النائب أن يمثل صوت الشعب وأنه يحضر إلى مجلس النواب ومن ثم يبدي رأيه بالتأييد أو المعارضة لا أن يعطي المجلس النواب لا الأمر ليس بهذه البساطة وهو إجابة على تساؤل جنابك الكريم وهو بذات الوقت يكون رد على ست سروة لما تفضلت به الآن قضية المعارضة لمن؟ حكومة لا تزال غير مشكلة هو الجدل الآن الدائر والخلاف الدائر هو بشأن منصبي رئاسة الجمهورية حتى يكلف رئيس الحكومة فبالتالي معارضة لمن؟ يجب أن يكون هناك موقفا ثابتا لا موقفا مجاملا أنا أعتبر هذا الموقف موقف مجاملا التعويل على المستقلين التحالف الثلاثي معروف توجهها الإطار التنسيقي والاتحال الوقت ولكن ما السيناريو المقبلة سيد المانع في حال فشل الجلسة المقبلة سنخرج من المدة الدستورية وبالتالي ما هي السيناريوهات ما هي الأوراق التي ممكن أن تطرحونها أستاذ سعد أولا الحديث عن التوقيتات الدستورية فلندحه جانبا لأنه أولا حتى بتقريركم الذي ذكر على أنه واحدة من السيناريوهات حل مجلس النواب مجلس النواب أيضا بمشكلة في حلها لأنه حل وفق المادة الدستورية يتطلب الثلثين يتطلب الميتين وعشرين الآن الميتين وعشرين غير متحصلة في قضية رئيس الجمهورية فبالتالي لن تستحصل في قضية حل مجلس النواب فهذا أمر مستبعد قضية الفراغ الدستوري ممكن أن يتذرع أو يتعكز الكل حتى المتابعين السياسيين على أنه المحكمة الاتحادية أجازت الدكتور برحم صالح رئاسة بكامل صلاحياته إلى حين إحلال رئيس جديد والحكومة هي حكومة تصريف أعمال يبقى هذا في الكرة الآن في ملعب مجلس النواب بجلساته الاعتيادية ولهذا أشكلت على ستسروة في قضية الجلسات أنتم تتمارسون وجودكم في جلسات الاعتيادية ولكن هذا يعني سيد المانع نمارس وجودنا ولكن في جلسة لا 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 ما فيه ما فيه طوارئ هذا حديث خارج الممكن فبالتالي من أراد أن يتحدث ممكن أن يريد أن يستميل جماعة دون الآخرين فيضع مجموعة من العراقيل من ضمن حكومة الطوارئ وما يحاك وإلى آخرين لا لا أنا أعتقد أنه ستقبل مدة الانتهاء الدستورية أو بعدها حتى أنه لا حل ولا مناصة من أن يجلس الثلاثي مع الإيطالي والاتحاد للتوافق ولا حل سوى التوافق وفق المعطيات الحالية كل من يشير إلى أن هناك ثمة بصيص أمل على جلسة الأربعاء أنا أقول واهم ما يعني اللا قدسية للتوقيتات الدستورية أليس كذلك بالمعنى السياسي المتداول نعم يعني لا قدسية للتوقيتات الدستورية سيدة سروة فيما يتعلق بقضية من 2003 ونهاته سيدة سروة هناك حديث عن اعتماد سياسة إشاعة الفوضى وربما العنف العشوائي في قضية إبعاد الاهتمام عن قضية رئاسة الجمهورية إلى أمور أخرى لتغطية الفشل السياسي كما يقول البعض كما حصل مؤخرا في قضية الفعل ورد الفعل من حرق المقرات الحزبية لديمقراطية الكردوساني كيف تنظرون إلى هذه المسألة يعني مع الأسف وفي العراق أسهل شيء خلق الفوضى شاهدنا في السنوات السابقة أيضا كيف يمكن لهذه الأحزاب أن تخلق الفوضى لا أود التعليق على ما حدث يوم أمس لأن أساسا حزب الديمقراطي الكردوساني هو من أتى بثقافة حرق المقرات فلا أستغرب أن يتم حرق مقراته أيضا لكن إشاعة الفوضى هو أمر وارد أتمنى أن يتم حلحلة هذه المشاكل بين الإطار والتيار تحديدا لأن اليوم المشكلة الأساسية هو بيت الشيعي البيت الشيعي إذا ينهي مشاكل ويذهب للتحاور والتفاوض ستنتهي كل المشاكل حتى فيما يتعلق بموضوع رئاسة الجمهورية في 2018 أيضا ما كان هناك توافق بين الحزبين الحاكمين لكن ذهبوا إلى مجلس النواب ومجلس النواب حدد من هو رئيس الجمهورية واليوم أيضا إذا الشيعة ليس لديهم خلاف رئيس الجمهورية سيتم حسمة داخل مجلس النواب صحيح نحن كجيل الجديد لدينا مرشح ولأول مرة حزب سياسي كردي يتجرى خارج الحزبين أن يقدم مرشحا لتنافس مع الحزبين الحاكمين لكن الوضع والمشاكل الموجودة هو بسبب الأحزاب الكبيرة وليس نحن أو الأحزاب التي جاءت جديا ترجمة نانسي قنقر